مساء الخير أهلاً وسهلاً بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي المشهد الليلة مع المناضل محمد كرين هو مغربي وسفير المملكة المغربية في لبنان تسلم مهامه رسمياً بعد تسليم أوراق اعتماده في فبراير 2017 ولكنه عين في 2016 كان نائب رئيس منظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مؤسس فيها كان من المشاركين يقول من بعيد بوضع الدستور الجديد دستور المغرب عام 2011 درس في البدايات الرياضيات ولكن فيما بعد العلوم الاقتصادية من جامعة الرباط وحاز على ماجستير في دراسات العليا الديبلوماسية والاستراتيجية في باريس ولد في الريف وانتقل إلى العاصمة لإتمام دراسته الثانوية لأن الريف كان خالياً من التعليم الثانوي قيادة في حزب التقدم والاشتراكية الذي يعتبر أنه وريس الحزب الشيوعي المغربي قبل أن نتحدث في السياسة أريد مشهد من الريف الريف المغربي الكل يتحدث عنه بكثير من الأحيان الريف هو يتظاهر وهو يعارض ما هو المشهد اليومي لطفل في الريف؟ الريف المغربي أو ما نسميه نحن بالبادية المغربية في بداية الستينات كان عبارة عن كد وعمل الكل كان يشتغل فأنا بمدرستي الأولى قسم التحضيري هي أولنا قرب الضيعة التي كنا نسكن فيها هذه القرية كان عبارة عن مكان لتجمع الأبقار وغيره فحولوه إلى قسم درسنا التحضيري بعد ذلك مرنا إلى الابتداء الأول ذهبنا إلى قرية أكبر وبعد ذلك في قسم الثالث رحنا إلى بعيدة بتماني كيلومترات عن الطريق وكنا نمشي سيرا على الأقدام لكي تتعلم لكي تتعلم وتأتي والغريب في الأمر وهذه ربما أقولها أظن أول مرة في قناة التلفازية وهو أنني لم أكن أعرف بأن مفهوم أن تراجع دروسك لم أكن أعرفه فبالنسبة لنا الدراسة في المدرسة فقط وعندما نرجع إلى المنزل نشتغل ولا يعني معنا أنه كل ما كنا نتعلمه في المدرسة ومدام أننا في لبنان إشارة جميلة وهو أنه كان المغرب حديث لعهد بالاستقلال ولم تكن هناك برامج مدرسية خاصة بالمغرب فأخذ بالنسبة لتعليم اللغة الفرنسية برامج الفرنسية اللي كانت موجودة موجودة وبالنسبة للعربية أخذ البرنامج اللبناني وهكذا درسته اللبناني لأنكم كنتم على خلاف مع الرئيس عبد الناصر أظن أن هذا ربما من الأسباب لم تأخذون المنهج المصري أنا لم يكن عندي وعي حتى أفهم ورغم أنني رغم صغاري كان أحد جيراننا وهو مناظر في الحركة الوطنية كان يجمعنا نحن كأطفال ونقوم بمظاهرات في عام 1960 لدعم التورة الجزائرية وكنتم أطفال أطفال وتدعمون التورة الجزائرية يعني مظاهرين في هذا المكان القسم في القرية نخرج عشر جزائر المقامة التورة الجزائرية وهو كان مناسبا ليخلق حماس فينا علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانقضام نقوم كرجل واحد كنا ننظم مظاهرات سواء في الأحياء الشعبية التي كنت أسكن فيها حي أقوم منصور المعروف في الرباط أو في الجامعة أو في جميع أماكن الرباط فكنا ندفع الشباب لكي يتسجلوا كمتطوع لأن المسيرة الخضراء كانت مبنية على مبدأ أن رجال ونساء من كل مناطق المغرب 350 ألف متطوعون على أساس التطوع سيدهبون مشيا على الأرجل لاسترجاع الأراضي التي كانت تحت الاستعمار الإسباني وهي السحراء المغربية فما وقع أنه في آخر لحظة كان هناك عدد كبير وضغط كبير على عدد المتطوعين فتمت تضحية بنا نحن الشباب على أساس أن لنا دراسة وعلينا أن نتبع دراساتنا عوضة أن نذهب لأن هناك عدد متزعيف فهذا 350 ألف كلهم حملوا في القطارات وفي الشاحنات وفي الحافلات إلى المناطق الحدودية وهناك أقيمة مخيم وفي اليوم المعين أطلق ساعة الانطلاق ساعة الانطلاق فانطلقوا مشيا على الأقدام فآن ذاك الجيش الإسباني لم يستطع أن يقاوم ناس سلميين فتراجعوا ووصلوا إلى الحدود فأزالوا الراية الإسبانية ورفعوا العالم المغربي وفي هذه اللحظة التي أشتع شخصيا وتستسمح بأنها كانت شميلة ومؤثر الروح الوطنية أنا ذاك حسسنا بقوة تلاحم الشعب وانسجام بين القيادة الوطنية التي كانت والشعب خاصة أننا كنا نمرنا من مرحلة صعبة للصراعات والاعتقالات وإلى غير ذلك كانت مرحلة تلاحم جميلة جدا أين كنت؟ أنا كنت في مدينة الرباط وأشاهد بتاع التليفزيون هل بكات؟ مع مجموعة نعم أنا الآن استحضر هذه اللحظات أحس بنوع من شباب الحزب شاركوا في هذه السيرة وقيادته كذلك كانت موجودة كان فيه روايات عن وصلت لك من هذه الأنوى أولا كان رواية يعرفها عدد من الناس ولربما المشاهدين من مناطق عربية أخرى لا يعرفونها وهو أن من حرر هذه الأقاليم هو جوش من طبيعة خاصة من المدنيين 350 ألف 10% من النساء وأنه لم يصب أي أحد منهم ولم يفقد أي واحد منهم بل أكثر من هذا هو جيش الذي ربح عشرة أفراد جدد لأن هناك عشرة نساء حواميل لأخفينا أن هناك حاملات لكي يشاركنا في المسيرة وولدنا خلال المسيرة ولدنا خلال المسيرة 350 ألف وعشرة في نهاية المسيرة يعني في العودة في العودة مرحلة الانفتاح التي بدأت سنة 73 طبعا فيما بعد سنة 74 سمح لحزبكم أن يكون موجود وكما قلنا هو وريس الحزب الشويعي ولكن رغم ذلك ظل فيه نوع من شد حبال بينكم وبين السلطة أنت اعتقلت ثلاثة مرات 77 و 81 ولكن الأهم هي الـ 84 اللي سميت انتفاضة الخبز أو انتفاضة الجوع لبعض الناس هذه الانتفاضة سنة 84 أريد مشهد منها وأريد أيضا يعني تفسير لماذا أنت حملت مسئولية بموضوع هذه المظاهرة بالنسبة لشخصيا عندما أعتقلت أظن يوم 29 يناير 1984 ظهر لي منذ البداية بأنني سألبس لباسها من متزعين وهذا ما ظهر بعد ذلك في كل محاضر التي تؤكد على أنني ابتدأت بإلقاء محاضرة والحقيقة أنني ألقيت محاضرة لكن ما تبع لم أقوم بأي دور في تجيش الناس لم أقوم لأن كانت أغلبيتها مظاهرات عفوية إلا أنها تدخل في حسابات أولا لأنني كان عندي بروفايل يصلح لزعيم في تلك المنطقة لأن أغلبية ما نعتقلوا 92 في مدينة الريباط ما يقارب من المئة كلهم شباب وطلبة تانويات فبالتالي يكون شخص عنده تعليم عالي عنده تجربة سياسية تقريبا أنا داك أكثر من عشر سنوات يساري ويساري أو تانيا وفي حي شعبي وتانيا يشتغل منصب محترم في مؤسسة مالية كل هذا كان أعطى بروفايل ديال الزعيم يصلح ولكن كان فيها كذلك حسابات على ما قبل 1984 لأنه في عام 1983 ترشحت للانتخابات البلدية وفزت في الانتخابات البلدية نحن الانتخابات تجري يوم الجمعة وتم احتساب ويوم السبت أزيل إسمي وعودت من كان رابعا في النتائج كيف أزيح إسمك؟ أزيح إسمي من طرف وزارك لأنه كان عندي محاضر موقعة من الجميع بأنني أنا الفائز في الدائرة التي ترشحت فيها كنت أنا داك شاب وفزت على شخص في حزب عتيد وتاريخي أنا داك في المغرب لدي قولي إسمي وكان ابن من يحمل الحي اسمه يعني شخص بارز في الحي مرموق مرموق وتغلبت عنه ولكن هيك يحزف الاسم بهذه السؤولة من مزارك الداخلية أنا داك في 1983 كان إدريس البصري وزير داخلية من كان وزير داخلية؟ من كان في البداية نائب أو كاتب الدولة في الداخلية هو المرحوم إدريس البصري وليم بعد ولا وزير داخلية فهو اللي كان كاي انت التقيتش لإدريس البصري؟ طبيعة الحال كممثل لحزب تقدم والاشتراكية في عدة لقاءات كيف كانت اللقاءات؟ هل كان في عتاب؟ هل كان يقول؟ كان يهدد؟ لم تكن طيبة ماذا يعني؟ لم تكن طيبة شو يعني؟ يعني أنا أقول ما أفكره وهو يقوم كذلك بوجبه وكدور اللي كان فكانت عندي دائما ملاحظات في اجتماعات كان فيه تهديد مباشر؟ لا لم يكن هنا لم يكن ماذا تذكر من السجن؟ أنت ست شهر أعتقد كانت لمدة الأطوال ماذا تذكر من السجن أنا بك؟ أنا أعرف بأن برنامجكم المجهد يحب بعض الأشياء أنا سأحكي لكم حاجة نحن نريد المشاهد والحكايات لأنه من الحكايات نعرف الحقيقة نحن المؤتقلين السياسيين كنا نخلق دائما علاقات إنسانية طيبة مع حراس اللي كان في منهم يساريين؟ لا لا مواطن عادي لأنه دائما يحرص على أن من يوظف في مهام في هذا السلاح دائما أن يكون لا انتماء له سياسي فكان فيه شخص يحب الغناء حارس وكان حلمه أن يغني ففي إحدى الأيام في الليل كان هو الحارس فاقترحنا عليه أن يغني لنا فوجد جمهوره من خلال جميل السجاني جميل ما كان يغني؟ يغني يدك الإنسان أغنية مغني كبير مغربي آنذاك عبدالهدي والخياط وغنىها بحماس ونصفق له والغريب أنه كان يغني هذه الأغنية ووضع جنبه مفاتيح السجن ملا مفاتيح السلول يعني الزنزانات اللي كانت كبيرة شوية لأنه رقم 13 كانت شوية كبيرة في السجن العلو فأنا نفتح الباب وغنى لنا ومن بعد لناه كان دائما يقفل علينا عاد أقفل وكانت هذه كان يعني الحفلة الموسيقية موسيقية مرة واحدة في زنزانة رقم 13 ماذا نحكي عن الموسيقى المسيرة الخضراء هناك أيضا أغنية الموسيقى الخضراء يعني العبقرية المغربية انفتحت فأكبر أغنية للآن حد الآن لا زالت يغنيها الجميع بل أكثر من هذا حتى الأوركسترا السنفونية المغربية غنتها لأنها كان مستوى موسيقي كتبت كلمتها ولحنت وغنيت وتم غناؤها وآداؤها في يوم أو يومين أنا بدي مشهد من تأسيس منظمة الحقوق الإنسان المغربية اللي هي صراحة لها سمعة مهمة في العالم العربي كله يعني منظمة الحقوق الإنسان المغربية بتيني مشهد كيف كررتم وأين اجتمعتم كيف حصل ذلك أولا كانت عندنا حركة حقوقية في المغرب مرتبطة أساسا بقوى اليسار نعم وهذا الحركة الحقوقية كانت تستعمل وهذا لا نخفيه كرافد من روافد الكفاح والعمل ضد النظام ولم تكن حقوق الإنسان إلا وسيلة من الوسائل للنضال السياسي نظرا لأنه لم تكن هناك إمكانية العمل السياسي جل الأحزاب ممنوعة كما عدد منظمة أخرى في ميادين أخرى مع انطلاق المسلسل الديموقراطي في الوقت ومع أن الأحزاب أصبحت لها إمكانية منها من دخل البرامة قلنا حان الوقت لكي نؤسس منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان لا توالي الحكومة ولا تعارضها بل توالي كل تقدم في حقوق الإنسان وتعارض كل مسلسل بحقوق الإنسان وأن تكون مستقلة ليس فقط على الدولة بل كذلك مستقلة على الأحزاب وما دام أغلبية أعضائنا آنذاك المؤسسين كانوا من أحزاب سياسية فقلنا سنترك الأحزاب ولكن على أساس أن نعمل منها قطة لا تتجاوز أن لا يكون عدد القياديين المنتمين إلى أحزاب يفوق نسبة معينة أظن النصف وأن لا يكون أي حزب يفوق عدد معين وعلى كل من ينخرط في المنظمة المغربية الحقوق الإنسان وهو له انتماء حزبي أن يعلنه وهكذا استطعنا أن نحافظ على الاستقلالية توجه الأحزاب بالأحزاب عندما استقبل الجلالة الملك المرحوم الحسن الثاني ممثلي المعارضة آنذاك أي الحركة الوطنية في مدينة إفران وهي مدينة تشبه لبنان فيها الأرض وفيها التلج وغيره فقال لهم كنت موجود في هذا لا هذا الزعماء فقط نعم منهم من لازل حين ومنهم من توفى رحمه الله قال لهم أريد أنه أرغب أنه في هذه العشر سنوات التي لازلت لي أن نشتغل اليد في اليد لنبني مغرب المستقبل قال ذلك لأنه كان عارف أنه مريض عندما يقول عشر سنوات سأحكم لم يقول عشر سنوات يقول بقي لي عشر سنوات طريقة الآن من بعد ما وقع ما وقع ووقع أنه توفى تقريبا تسع سنوات من بعد الناس قالوا إذن كان ربما على علم ولكن أنا ذاك لم يكن أي أحد وعين اليوسفي الذي كان زعيم المعارضة رئيس الحكومة بدأت الأمور في 1992 ولكن كان هناك تخوف من جانب القوى الوطنية ولم تكن هناك التقة ولم نستطع أن نهي هذا التوافق إلا في عام 1998 وآن ذاك عين الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي أطل الله أمره لأنه لا زال رئيس الحكومة أستاذ عبد الرحمن اليوسفي عين رئيس للحكومة والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي كان معارض سابقا وكان منفي بل حكم آله بالإعدام غيابي لماذا رفضت التعويض؟ أنا طلبت تعويضا وانخرطت في مسلسل جبر الضرر كضاحية سابق أنا أدن خمسة أو ستة أشخاص لكن طلبنا درهم رمزي وهذا الدرهم رمزي لأن قراره هو قرار مشتقني هو قرار أكثر سياسي تأخر كثيرا ولم نحصل عليه إلا في عام 2007 وبالطبط في 24 شهر جوية حصلت على درهم رمزي؟ لا حصلت على قرار على قرار أخذت الدرهم الرمزي؟ لم أخذه بعد لم تأخذه بعد حتى الآن حتى الآن أنا بودي شيك في درهم لكن هذا الرمزي سأحكي لكم ما عشته أنا وأخي الأكبر مني لأن نحن نفس الاثنين طلبنا أن نأخذ درهم رمزي فكان هناك حفل في مقر المجلس الوطني لحق الإنسان وقدمت لنا القرارات التي تتكلم على أن فيما يتعلق بي أن فلان فيما يتعلق بالاعتقال وعساساً آخير كان ذا طبع تعسفي ولهذا منحنا تقرر للجناء أي هيئة الإنصاف والمصالحة منحه الدرهم الرمزي فعندما خرجنا أخذنا المقرر أنا وأخي ركبنا في السيارة كنت أنا الصائق فغادين في السيارة ولا أحد يتكلم فبعد مدة أوقفت السيارة لم أستطع أن أستمر في السياقة ونهامرت الدموع منذ ذلك الوقت تغيرت لماذا؟ نسيت كل شيء لم يبقى لي أي حقد انتهى الموضوع انتهى الموضوع وهذه أهمية زبر الدرهم نعم انتهى الموضوع حتى عندما تنظر إلى معتقلينك أو اللي عذبه ولو أجد أمامي أبدا وسامحته دنيا كما نقول في المغرب دنيا وأخير أنت تعرضت للتعزيب؟ أشياء لا لا تحب أنت تكلّم لا 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 يجيب التكلّم نعم أنا لست من هوات بطولية أنت تعرضت للاعتقال لأنه الذي يعتقل الذي يعتقل أو الذي يتقوم أنه لا يختار ذلك لا يجب أن نقدمه كبطل هو يمارس عليه ليس بإرادته طيب زعد السفير أنت تعرضت للإغتيال محاولة الإغتيال ولكن ليس لأسباب من طرف الدولة لا أنت تقول تتهم المتطرفين أنا ليس أتهم أنا متأقن لأنه ليس لأي أعداء الحادثة تقول أنه إمرأة أرقصتك لا الأمرأة التي أنقذتني نعم ماذا حصل؟ يعني كيف؟ العلامة يحكي الناس أن شاب كان يتبعني ورائي دخلت لمحل يبيع كل ما هو متعلق بالبهارات والعداس وكل ما هو والدقيق وغيره الأول خرجت منه وقالوا بأنه كان ورائي والتاني دخلت إليه فكنت تشتري لا أنظر إلى نوعية العدس وعلى حسب النكتة فقلت لصاحب المحل هذا العدس بني مختلف قال لي هذا عدس من كندا فضحكت أنا ذاك وقلت له الحكومة الجديدة عبد الرحمن أستاذ عبد الرحمن يوسف تستورد لنا العدس من كندا وعند حك وحد الوقت نشوف العدس فإذا بواحد السيدة كانت على يساري صرخت صرخة كبيرة أنا ذاك رفعت رأسي هكذا ولم أستفق إلا وأنا في المستشفى إذا السيدة رأت الشخص يخرج من خنجة أطول من خنجة وكان يريد أن يضربني هنا إما الموت أو الإعاقاء مدى الحياة لكن عندما رفعت رأسي فأتتهم ولا زالت أمارته غير تبعتقل الشاب الذي حاول لم يعتقل يعني كيف لم يعتقل لم وزير الاستاخلية السابق خليهم محمد جرين بارانوياك فيه البرانويا يرى المتطرفين في كل مكان أنا أريد مشهد مع الملك حسن الثاني أنا سأحكي لك سيدتي حكاية أنا لما خرجت من السين في سنة 1984 كانت عندي مشاكل لأجدرها مع وزارة الداخلية المغربية منذ بداية الثانينات فكانوا إما بعد الأحيان يمنحوني جوال السفر لأنها تكون ضغط من منظمة الحق أو الحزب وعندما أرقب في الطائرة ينزلونني ويأخذوني جوال السفر فدات يوم المسؤول عن جريدة كنت أساهم فيها باللغة الفرنسية اتصل بي قال لي سنختبر هن مشكلتك مع وزارة الداخلية أم مع الدولة المغربية فقلت له في أي إطار قال لي هناك زيارة لجلال الملك من الحسن الثاني إلى طويلة لبلد الخليج ومدام أنك تكتب في جريدتنا وهي جريدة البيان بالفرنسية أنا ذاك باستمرار فسنقترحك لكي تغطي الزيارة الملكية وسنرى فالغريب أنه الجواب جاء اليوم الموالي بقبول أن أغطي زيارة جلال زيارة جلال الملك الحسن الثاني رحمه الله فمشيت نفس اليوم لوزارة الداخلية وجوى الصفر هي أولي ولقيت نفسي من بعد ثلاثة أيام في طائرة وأنا المحروم من الصفر تقريبا أقل من عشر سنوات سأسافر وأي صفر لقد طال الصفر سبعتاشر يوما هل كان بالإمكان الحديث مع الملك لكن مرة مرة نسلم عليه يعني الوفد الصحفي يسلم على جلالة الملك وهنا اكتشفت عن قرب وعن شخصية لم أكن أعرفها إلا من خلال الخطابات شخصية جلالة الملك وهذه تجربة جعلتني أن في حياتي يجب أن أقوم بنوع من نسبي ساعة السفر محمد كرين شكرا لوجودك معنا ببرنامج المشهد على البي بي سي شكرا للمشاهدين لوفاء وإلى لقاء الأسبوع المقبل شكرا للمشاهدين